اشتركوا في القناة نعم في بداية الاجتماع ألقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان كلمة رحب فيها بسعادة وزير الخارجية ووفد المملكة المشارك في الاجتماع مشيدا بما يربط بين البلدين الشقيقين من علاقات أخوية وطيدة ومعربا عن حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تطوير هذه العلاقات الأخوية وتنميتها لتعكس توجيهات جلالة الملك المعظم وأخيه سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وأكد سموه على أهمية البحث عن كافة الفرص لتعزيز العلاقات وتوثيقها مشيرا إلى عمق العلاقات التاريخية الممتدة لقرون بين العائلتين الكريمتين والخليفة والهيان مؤكدا ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة لتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري والثقافي والاجتماعي عبر سعادة وزير الخارجي عن تهانيه لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لمؤتمر كوب 28 بشأن تغير المناخ المزمع عقده في نوفمبر الجاري ومشيدا بالجهود الملموسة التي قامت بها دولة الإمارات في الإعداد لهذا المؤتمر الدولي المهم ومنوها بالدور السياسي والدبلوماسي الذي تبدله دولة الإمارات من خلال عضويتها في مجلس الأمن وما قامت به من جهود لاعتماد قرار المجلس بشأن الوضع في غزة أشهد سعادة وزير الخارجية بالدور الفاعل الذي تقوم به اللجنة العليا المشتركة لتعزيز العلاقات الأخوية على كافة الأصعدة والمستويات كما أشهد سعادة وزير الخارجية بالتعاون والتنسيق السياسي والدبلوماسي بين البلدين تجاه القضايا والتحديات الإقليمية والدولية ومشيرا في هذا الصدد إلى تطابق المواقف ووجهات النظر تجاه الأوضاع المأساوية في قطاع غزة واستعرضت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وبحثت ما تم تحقيقه من منجزات إيجابية في مجالة التعاون المشترك كما تدارست المشاريع والبرامج المقرر تنفيذها لتوطيد التعاون الثنائي على مختلف المستويات ثم أجرت توقيع على عدد من مذكرة التفاهم المشترك للتعاون بين البلدين في مجالة الطاقة المتجددة والثورة الصناعية والموارد البشرية في الخدمة المدنية والتأهيل والتدريب المهني والتعليم الجامعي وفي الختام قام السمو الشيخ عبدالله بن زايد أنهيان وسعادة الدكتور عبدالله طيب الراشد الزياني بالتوقيع على محضر اجتماع الدورة الحادية عشر لللجنة المشتركة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر